السلام عليكم كديري اللبس عليكم كانت مني يلقاكم هادلا فيديو في اتم الصحة والعافية مرحبا بلمتسبعين ديالي القدام واجداد مرحبا بكم والف مرحبا اول حاجة كنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم زوينة والمحفزة واللي ما زال ما اشتركش في القناة ديالي يشترك ويفعل زيل الجرس فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد في القناة اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم واحد الوصفة اللي كانحتاجو لهاد القانيطات هادو اللي كان غير كانرميوهم وقلت نشارك معاكم واحد الفكرة ممكن تستعملوها كما كتشوفو كناخدو هاد القانيطات هادو وكنقطعو بحلقة وكنغسلوهم وكنخليوهم جانبا وده بغن دوزو الوصفة ديالنا بسم الله على بركة الله كما كتشوفو هناك نحتاجو لهاد الكس ديال ميكسر وكنوضعو فيه خمسة ديال البيضات هنا عندي لبنت البيض حجم صغير ممكن تديرو اربعة كبار وكنزيدو عليه نسكات ديال زيت المائدة وجوج فرماجات من ثلاثين ممكن تستعملو اي نوع متوفر عندكم وعندنا كذلك واحد كنور بقري او ضامط لبنة ممكن تستعملو وممكن تستغنو عليه ولكن انا كيعجبني كيعطي واحد النكهة خاصة لهاد الوصفة هادي وهنا عندي معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال كامون وهنا عندي معلقة كبيرة ديال قصبور مطحون قصبور حبوب مطحون وهنا ممكن تستعملو هادي جوج فصوص ديال التوما يلا ما توفرتش عندكم هذا التوما بودا كندير منها معلقة صغيرة وهنا عندي واحد راس معلقة ديال ملوين غدائي ممكن تستغنو عليها ولا ممكن تعوضو بالماء ديال بربا ونعندي كاس ندل تقيق الفرس زائد معلقة ما يعادي مية وعشرين جرام كنخلطو كل شي بطرب اليداوي بحالة شكلككا ومن بعد كنطحنوه بالميكسر وانلا ممكن نستعملو الخلاط الكهربائي انتما البنات كيم ما كتشوفو من بعد ما طحننا كيولي بحالة شكلككا انتما كيم ما كتشوفو وده با غنضيف عليه زيتون مقطع دوائر بحالة شكلككا كنخلطوه مزيان مع هاد الخالط هذا بحالة شكلككا وده باك ناخدو هاد القانيطات هادو وكسبو في يوم هاد الخالط كما كتشوفو كنديرو غير النص من عمرو مش مزيان بحالة شكلككا كما كتشوفو كيولي بحالككا وهاد الكاس الاخر هنه غناخد شوية المأجل الحرور او الهريصة كندير منو واحد معلقة وكنخلطوه الاحساب اللي كيبغي الحر ده با غنصبوه في ذاك الكاس اللي بقالي هاتوا ما ما كما قلت لكم كنحاولو نغطوه مزيان ودابا غادي نجيب واحد تنجرة او الكوكوت وكندير فيها نصف لترديل الماء وكنوضعو فيها هاد الكيسان او هاد الكانيطات وكندير معاوهم طريفة ديال الحامض باش ما تكحلش لناد الطنجرة هادي صافي دابا كنسدو عليهم تقريبا واحد من الساعة من بعد ما دست نصف ساعة او ثلاثين دقيقة كنحصلو على كاشير منزيلي انتم كما كتشوفو كيجي رائع هادي البلدت ياللي فيها هالحار اللي كتلكم عمرتها وهاد الخرين اللي ما فيهمش الحار كيجيب حالة تشكلاكا هنالبنت غنخليهم يبردوا واحد شوية ومن بعد كنحيدو اليوم ما دا القانيطات هادو سهلين باش يتحيدو ومن بعد غنديروهم بلاستيك غذائي وغندخلوهم الكلاجة هانتوما البنت وهنا البنت تقطع لي الفيديو فاش كنت حطاهم في بلاستيك غذائي هانتوما البنت كيما كتشوفوه كيف كيجي كيجي رائع هسم اللي كيتباع البنت هانتوما ساهلو ضغي كيوجد وعرفة الجديرة فيه هانتوما غيرتبعو الطريقة اللي درت وان شاء الله غيرجح معاكم هاد الكاشير ممكن تستعملوه في الفطور ولا ممكن تستعملوه مع اومليت ولا ممكن تستعملوه في الوصفات ان شاء الله غنشارك معاكم واحد الوصفة اللي غنستعمل فيها الكاشير ممكن تستعملوه في الطرطية هانتوما البنت كيما كتشوفو كيجي بحالة شكلكة كيجي روعة البنت خصوص المدق كيجي لديد بزف بزف كانت مني عجبكم الفيديو ديال اليوم الى عجبكم فما تنسونيش باللايك وما تنسونيش بوحدة تعليق زوين بحالكم وما تنسوش كذلك تبرتجيو القناة ديالي مع عائلتكم ومع صحابكم دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته